جورجينا رودريغيز مرت كريسيانو رونالدو هي البنات اللي يعرف طالبها يجيبنا الادرس تاوي بسكي طالبها صحيح اليوم را نحن نهضروا على حفلة جورجينا تنسيق جورجينا ملابس جورجينا و ملابس النسال اللي كانوا حاضرين لتمنا اللي ما يعرفنيش أنا صابرينا وندير فيديوهات في الموضة وفيديوهات في التورات وفيديوهات تتهم البنات وفيديوهات وفلوغات تتاركوه في القناة اليوم را نحن نهضروا على جورجينا و حفلة الانطلاقة تعال عطر ديالها اللي مفروض انه يكون بينك خوخي يا للا وللا مولاتي جاءت لابسه لك حال اللي ما يعرف جورجينا هي في الحقيقة كانت تتبيع عند غوتي ولي قولكم غوتي تخلص مع لبلكم شوش حال قولوا لهم نان غوتي اللي سالي اغتاحهم بين 2300 2500 ايرو يعني الطفلة كانت طفلة جاسة بسيطة جدا من الفئة المتوسطة فلوروب فهمتوني يعني ما كانت مرفعها وصي رونالدو جاف ما وما شفناش وشيطة طالبها صحيح يا خوتي طالبها صحيح طالبها صحيح طالبها صحيح طالب هايهودي يا أخوتي كتب القوشي قسم بالله العالي العظيم غير طالب هايهودي المهم يا رب رزقنا بزهار جورجينا وبعثلنا رونالدو كما بعتلها قولوا امين البنات قولوا المهم جورجينا دارت افتتاحياتها العطر ديالها ودارت حفلة وبعثت للناس في الرياض انفيتاسيون تقول اللبسوا بينك يا البنات على جال الورد ولكن جورجينا راح تلبسها الأسود ربت تسوى كثر من ألفين دولار من ألايا واحد الماركة حقيقة لغوب سامبل وبسيطة لبسة سبات بوينتو دوغي عالي زوجي ميترات او ساك تاع جبانس فالانتينو نون لويي فيتان بسك هداك لويي تاع لويي فيتان من جلد الكروكوديل باللون البني شعر بسيط ماتياج فغيمن سامل اما المعازيم فاكيش جاو صراحة كاين بعض من المعازيم اللي كانوا يختي خير منها من هدرون الحقيق قال كاين اللي كانوا شابين عليها كيما واحد العارضة الأزياء طبيبة وسعودية نحط لكم تصويرتها واسمها ونظن اسمها رهف ليش متفكرة الاسم ولكن الختي خرجت زلة يا بالمعنى العامي الجزائري انها توق زلة شابة 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 المهم مش الباقي جاو بالبريام بالترتر بالغوز بالدونتال يا أختي ما خلونا بقع والفول ميك اوب والفول فول ميك اوب غير انه جورجينا ما حبتش تسلم عليهم بزاف يعني المعاملة ديالها كانت نوعا ما باردة واحدة جدت عن نقهة ما حبتش تعرفوا احنا يعني اللي عندنا ثقافة مغاربية ولا ثقافة مشرقية ولا ثقافة عربية نموتوا على البوس نموتوا على تسلام للا مولاتي ما صح ولا لا هذوك الارجينتين لاتين ونما ما يحبوا تسلام المعاملة ما حبتش تسلم عليهم خرجت الإشاعات وخرجت المشاكل وبدأوا يعني هذوك الانفليونسس بتاع الرياض وتاع الخليج يقولوا بالحفلة تاع جورجينا نجحت بسببهم وبسبب اللبسة ديالهم اللي كانت اوفر وخلت الناس تهضر عليهم اما كان بعض واحد اخرين يقولوا انه جورجينا ذكية جدا 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 وهي استعملت هذا كحيلة تخلي الناس قاعد تهضر عليها وبالفعل نجحتوها الدليل حتى احنا اورانا نديروا عليها فيديو ونهضروا على الإطلالات التاحهم والإطلالة ديالهم كان بزافة هم يقولوا بلي انها دارت حيلة تسويقية انها تخلي قاعد الناس يجوا لابسين البنك وبمظهر يعني ببلي وهي راح تسامبل اولا باش تشد الانظار وتكون هي المحور تاع الانظار تحهم لانه على بلها بلي العربيات خصوصا من هذوك الطبقات يهتموا بروحتيهم عملية تجميل ملابس راقية وفخمة وكاين حاجة واحد اخرى قالت انه بهذا الطريقة راح تخلي كل الصحف الدولية والعالمية والرياضية وقاع الصحف تاع العالم المهم يهضروا عليها وبالفعل حققت وش حبت وان كانوا هضروا على التنسيق ديالها وعلى الحفلة ديالها الا انه قاع الناس على بلهم دركة لجورجينا رودريغيز عندها ان باخفة ديالها واش رايكم لبنات هنا نجول سؤال الحلقة واش رايكم لبنات هل جورجينا رودريغيز دارتها بالعالم باش تشد الناس وانها مجرد خدعات سويقية ولا لا لا لبست سامبل وخلت جماعة اللي جوا معروضين لبسين الخوخي والماكياج والبريان هو في الحقيقة نقولها انه الخليجيات معروفات بالبهورة في المظهر يعني ماشي سامبل يحبوا بزوف شوفوني والاوروبيات ولا الاجنبيات في المجمل ايميلو لا سامبل سيتي ولكن جورجينا اللي نعرفوه انا مول فترح الاصطاد كأنها رايحة للعرس سما واش رايكم؟ ما نقولش انا رايخ لول انتوما في تعليقات ما تبخلوش علينا لايك شير سبسكرايب